استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استراتيجية دعم السياسات المنافسة والحيادة التنافسية وذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز حماية المنافسة واشدد رئيس الوزراء على العمل لزيادة فعليات جهاز حماية المنافسة خلال المرحلة المقبلة وذلك في إطار الخطة التي تتبنها الدولة لاستكمال مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات واشر مدبولي إلى إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحيادة التنافسية تهدف إلى وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياستها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحيادة التنافسية